استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية حنان حمدان نقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ملف الخدمات التي تقدمها الدولة لديوف مصر من اللاجئين كما نقشت تدعيات الأزمة في السودان وتردي الأوضاع الإنسانية في غزة ودور الهلال الأحمر المصري في إطار جهود الدولة للاستبابة للأزمات والتوارث الدولية بالتنسيق والشراقة مع الجهات الحكومية ذات الصلاة وأعربت الممثلة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبدلها الدولة المصرية لتقديم الخدمات للاجئين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وتقديمها لكافة أشكال الحماية والرعاية لهم على قدم المساواة مع المصريين خاصة الخدمة الصحية والتعليم وترحيب الشعب المصري باستقبال اللادئين